اعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مثمنا دعم جلالته للأيتام في جميع المجالات الاجتماعية والصحية والرياضية وقال سموه إنما تشهده المؤسسة من تطور في مشاريعها الخاصة برعاية الأيتام بشكل خاص وجميع الفئة المستفيدة من خدماتها بشكل عام إنما يعود بشكل أساسي بعد توفيق الله عز وجل إلى ما يتنعم به من اهتمام ورعاية ودعم من قبل جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه مثمنا سموه ما تحظى به المؤسسة من دعم كريم من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملك لأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك بمناسبة توقيع اتفاقية تجديد التعاون بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ونادي ريال مدريد في مدينة ريال مدريد الإسبانية وقد وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتوقيع اتفاقية تجديد التعاون مع نائب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني وبهذه المناسبة تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على الرعاية التي يليها سموه لعمل المؤسسة وتوجيهات سموه للارتقاء بعمل المؤسسة لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك بتوفير الحياة الكريمة والشاملة للأيتام البحرينيين في جميع النواحي وأضف الدكتور مصطفى السيد بأن الأكاديمية تحتضن أبنائها ومنتسبي المؤسسة وتخلق لهم فرص من الأمل لتحقيق أحلامهم وأمانيهم في لعب كرة القدم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم للوصول إلى مستويات عالية من الأداء تؤهلهم للوصول إلى الأندية العريقة والمنتخب الوطني وخوض تجربة الاحتراف الداخلي والخارجي ترجمة نانسي قنقر